السلام عليكم و مرحبا بكم بقناة مطبخ قامر نرحب بكم كامل نقول مرحبا بكم عندي في القناة و نحب نشكر كل واحدة لتعطيموا نقطها و تكتب لي في التعليق ربي جازيكم كل خير و نتمنى إن شاء الله تجعوني باش نوصلكم أكثر و أكثر اليوم حضرت لكم بيزا و نرطيكم كامل أصر لننجح تحا نتمنى إن شاء الله يعجبكم في ويديو و تشوفوا الفيديو الأخر و نخليكم على المقادير و طريقة تحدي بسم الله على بركة الله هنه نحتاجو 500 غرامة الفارينة كونت سيجرتهم كما كنت شوفو في البول لازم تسيرو الفارينة هنه نحتاجو المقادير مغرفة كبيرة تح ياوخ بناتجوخ أو مغرفة كبيرة تحليب بودرة أو نصف كاس تحليب يعني بثلاتة كيف كيف مغرفة مشي مملوقة تخميرة تعل خبز مغرفة كيف كي مشي مملوقة تعل سكر مغرفة صغيرة تعل الملح و شوية تعل زيتها زيت زيتون الماء دافي نحتاج الماء دافي نضيف طريقة التخدير هنا في البول هنا لابات تتعيد على البيتزا نضيفها في البتخان و اللي ما عندوش البتخان طبعا الحال يديرها بيدو عادي المهم تتندلك ملح نضيف الملح في اللول خلط ملح و بعد نضيف السكر نضيف الماء تدريجيا حتى لان تحصل على العجينة في البتخان طبعا الحال و لا تكون تلسق و لا تكون قصحة نضيفها في الماء و هي را هي تندلك هنا يب أعود توسط لها سرعة بعض الملح و نضيف العجينة نضيف التخدير انا خفيفة نضيف الفيزا و بعد نضيف الملح تضيف حوالي 10 دقائق و معل تتلسق أنه تجدها نضيف البول نضيفها و نضيف الفريجين نمسح الفريجيدة نضيف الخضراء نضيف الخضرات نضيف الخضرات نضيف الخضرات نضيف الخضرات نضيف الخضرات نجمع الهواء تقريبا نضيف الهواء تلوه نسخ نجمع نضيف 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 ملعب نضيف 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 جيدة ساعة ندرها بيدي و ساعة بالحلل حتى نحلها بشكل ضائع و بعد كي حليتها وسيتها في البلاتو حليتها رقيقة يعني انا ما طيبتهمش كامل و كنت سبقت وسيت الفيديو على لاباتا البيتزا و نحط لكم الفيديو تحت صندوق الوصف يعني تشوفوا كامل مراحلة كيفاش ننواسيو لاباتا البيتزا في المجمد ننفق تحيرة شاعة من القبل خليته يسخل مليح لاباتا عيتها البيتزا ندخلها يلو كان تلت دقائق لازم لها تنشوف شوية باش نبدأ ننوسيلها لعفخص تحا و انا نفرشت لها لصاصة البيتزا هادا مليح و نوسيلها لفرومش مرزاليلا ابدا به لاباتا لاباتا قبل ما تبدأوا تشوفوا لها لفر و خرجوها و او اسو لفرس بالاحب الزجاج نضيف المعيز نضيف الميز نضيف الملح وفلفل نضيف المفر ترشي الحمراء ثم نشغل زيتون ثم نضيفها نضيفها ثم نضيفها نضيفها من فوق و تحت خرجها و هي الأنسف و هي سخونة و تتعليها في خماج غابي من فوق هذه هي في الأخر لتحصلين و تحصلين للفق فندخلوها للفوق هذي البيتزا اللي حضرتها معكم و نقسم لكم مصر نرى كيف حصل نحبها رقيقة كما كنت شرون خفيفة بزف و كانت رحتها ما شاء الله و طيبة مليحة كما كنت لاحظوا نحبها رقيقة كين يحبها رقيقة و كين يحبها رقيقة هذي البيتزا اللي حضرتها معكم و نقول لكم ما شاهدكم في الجنة جا تبنينا بزف و نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو و تشجعوني و تواسيوا لي جام و تشاركوا في القناة خليتلكم اللي احنا و رح تلبل فيديو اخر و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة